اشتركوا في القناة من ولوج الاراضي الجزائرية عبر رحلة مباشرة قادمة من المملكة المغربية اكد جهاز مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة ان هذه الاخيرة لازالت لم تتوصل باي اختار من الاتحاد الافريقية للعبة كافا بشأن منع طائرة المنتخب المحلية من دخول دولة الجزائر عبر رحلة مباشرة من المغرب للمشاركة في كاس امم افريقيا للعبين المحليين واوضح المصدر ذاته في تواصل مع موقع البطولة انه الى حدود الساعة الواحدة والنصف من نهار يومه الثلاثاء لازالت الجامعة لم تتوصل باي اختار من الكافا بشأن منع طائرة المنتخب المغربية المحلية من ولوج الاراضي الجزائرية عبر رحلة مباشرة من المملكة المغربية تأهبا للمشاركة في الشانة ولازالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر توصلها بمرسلة رسمية من الاتحاد الافريقي للعب بصفته الجهة المنظمة للبطولة من اجل حسم قرارها النهائية بشأن المشاركة في هذه المسابقة علما ان المسؤولين المغاربة كانوا قد اشترطوا في وقت صابق المرور بشكل مباشر لطائرة المنتخب من المغرب الى الجزائر نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء